صباح الخير نهارك تعيد في البداية زي كل يوم بنبدأ معاكم بفقرة الصحافة هيكون معنا النهاردة أستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق وهنتابع معاه آخر الأخبار وتطورات في مصر صباح الخير صباح الخير صباح الخير مشاهدي منهركوا دايما مليام بالسعادة والأمل مبارح يوم الجمعة كان يوم حافل رجعنا كده الأيام 25 يناير والناس اللي بتنزل للميدان والناس اللي بتنزل برضو العباسية ميدين ابتدى يبقى فيها حشود لواضح جدا أنه فيه اختلافات في وجهات النظر في كثير من الأمور السياسية في جمهورية مصر العربية حنتكلم عن كل الكرام ده في يومنا النهاردة مع الدكتور هشام الشريف الكاتب والمفكر السياسي وتحليل الوضع في مصر لكن اسمحوا لي يا سارة واسمحوا لي يا مين مبارح في مدان العباسية كثيرين من مؤيدي عمر سليمان حصل ضرب نار وضرب خرطوش لأ ما كانوا بيقولوا كمان إن فيه بعض من التوكيلات اتسرقت من توكيلات عمر سليمان لأ أنا وقف عندي مؤتة إنه فيه ضرب خرطوش إحنا دايما زمان خلال السنة اللي فاتت دايما يقول لك الزباط والعساكر الشرطة ضربوا خرطوش دايما يقول لك العساكر والزباط الجيش ضربوا نار هل تفتكر حضراتكم في مدان العباسية والمؤيدين لعمر سليمان هم العسكر برضو والشرطة هم اللي ضربوا خرطوش بص يا أشرف أعتقد إن إحنا نهاردة لازم نلاقي أجوبة لأن الناس ما ينفعش تبقى كل حاجة بنسبة لهم مبهمة وكل حاجة بنسبة لهم مختفية نهاردة بتهالي لازم يكون في إجابات لأنه حاجة زي دي دي نقطة مهمة جدا لازم نعرفها لأنه طول الوقت إحنا عندنا خلفية مش عايزينها تبقى خلفية مخيفة للعسكر فخلينا نهاردة نعرف ممكن رأي الناس اللي معانا نهاردة إيه معانا كمان نهاردة الأستاذ حسين يوسف هو إعلاني وناشط سياسي كمان معانا هادي هادي موسو موسي هو برناماني سابق هيكلم معانا نهاردة موساوي 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 وهيكون معانا النهاردة كمان سوزي جنيدي نائب رئيس تحرير الأهرام العربي وهنتكلم معه على الملف الإيراني والفلسطيني الإسرائيلي ده غير آخر فكرة مع سارة والأستاذ عمر الدرديري الناقد الرياضي طبعا حضراتكم عارفين أنه الأسبوع ده الأهلي والزمالك وإنبي حيلعبوا في دور كاس أفريقيا خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع بقى بفقرة الصحافة وزملتي إيمان والأستاذ أشرف البلبري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروك نهاركو دايما زي الفل